ونعود الآن إلى خبر قنصلية الرأس الأخضر حيث افتتحت جمهورية الرأس الأخضر اليوم الثلاثاء سفرتها بالرباط خلال حفل ترأسه وزير الشؤون الخارجية للرأس الأخضر روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج ناصر بوريطا واعتبر وزير خارجية الرأس الأخضر في تصريح للصحافة عقب هذا الحفل أن افتتاح هذه السفارة يشكل لحظة خاصة ومهمة للغاية معربا عن شكره للسلطات المغربية لتعاونها وقال إن هذا التعاون ساهم في تحقيق تقدم مذكرا بزيارته للمغرب في يونيو الماضي والتي تم خلالها الإعلان عن الفتح الوشيك لسفارة مقيمة لجمهورية الرأس الأخضر بالرباط